بالتزامن مع يومها الوطني تشهد عمان افتتاح مدينة الطيب النموذجية السكنية في ولاية لواء والتي تبلغ مساحتها 12 مليون متر مربع متضمنة مختلف الخدمات والمرافق العامة كما تشتمل أيضا على 1300 وحدة سكنية مع قابلية التوسع لتشمل أكثر من 3000 وحدة سكنية مستقبلا مدينة لواء النموذجية في عمان تسوعب نحو 30 ألف نسمة وتطبق معايير التخطيط العمراني المستدام والحديث من مصقاط ينضم إلينا موفاد العربية عبد الرحمن العصيم يا عبد الرحمن مساء الخير مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض أعتذر أولا أن هي مدينة لواء لكن دعني أسأل عن هذا المشروع يا عبد الرحمن كيف يبدو إلى إن وصلت مراحل الإنجاز فيه أثره أيضا حتى على قطاع الإسكان في عمان كيف رصدته نعم نايف نحن في ولاية لواء بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان في مشروع مدينة الطيب النموذجية هذا المشروع الذي أتى بأمر من السلطان الراحل قابوس بالسعيد للأهالي الذين تضرروا من ميناء صحار كانوا ساكنين بالقرب من ميناء صحار ثم نقلهم إلى هذه المدينة النموذجية وتعويضهم بأراضي لتقل الأرض عن مساحة ألف متر إلى جانب أيضا مبلغ تقريبا خمس سبعين ألف ريال عماني أي ما يعادل خمس سبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي لمساعدتهم في بناء هذه الأراضي سادع زميلة وليد يأخذ جولف نحن في أحد المناطق في هذه المدينة النموذجية نشاهد بعض المنازل يتم بناؤها حاليا وتقريبا على وشك الانتهاء وأيضا هناك فيلال تم الانتهاء منها وسكنها الأهالي هذه المدينة نايف يعني متكاملة من ناحية البنية التحتية هناك ثمان مدارس موجودة في هذا الحي وهذه المدينة النموذجية إلى جانب مركز صحي متكامل ونشاهد أيضا أحد المساجد تقريبا أحد عشر مسجدا بها مرافق خاصة مجالس عامة ومنزل للإمام وأيضا مدارس تحفيظ القرآن الكريم أيضا ما تم تشغيله حتى الآن في هذه المدينة نايف خمس مدارس وتقريبا المركز الصحي يعمل لخدمة المواطنين إلى جانب أيضا ستة مساجد هذه المدينة تهدف إلى الاستدامة الاجتماعية وأيضا الاستدامة البيئية والاقتصادية والمكانية هذه المدينة ليست فقط سكنية أيضا هناك مخططات تجارية يعني إذا ما تكلمنا نايف بالنسبة للنسب المئوية فهناك تسعة وعشرين بالمئة من مشروع أراضي السكنية واثنعش بالمئة سيتم تخصيصها للمساحات الخضراء والملاعب وأيضا هناك تسعة عشر بالمئة هي معابر الأودية لأنه نشهد وكما نعرف أن عمان عندما تهط الأمطار بغزارة دائما ما يكون هناك بعض الإشكاليات بالنسبة للفيضانات ومشاكل التجمع المياه فهناك أيضا حرص على عدم تكرار مثل هذه المشاكل بالجانب أيضا سبعة عشر في المئة هي مساحات لمناطق التطوير المستقبلية وهناك أيضا اثنين بالمئة من المدينة لأراضي السكنية عذرا الأراضي الاستثمارية والتجارية نشاهد أيضا هذا هو المجلس العام في كل مربع سكني نايف هناك مجلس عام هذا المجلس هو للأتراح والأفراح بالنسبة للسكان سواء المناسبات الزواجات أو أيضا الأعياد أيضا مراسم العزاء كلها تتم في هذا المجلس العام الذي هو جزء من ثقافة أهالي السلطنة وأيضا حضورهم الاجتماعي وبرامجهم الاجتماعية يعني مدينة حقيقة نايف متكاملة بشكل كبير وأيضا الحكومة العمانية خلال السنوات القليلة الماضية حرصت كثيرا على تطوير الإسكان في السلطنة وتوفير الإسكان والحياة الجيدة وتطبيق جودة الحياة بالنسبة للأمور وهذا السؤال عبد الرحمن اللي أنا أكون جاي عليه على حديثي الزواج أو أيضا العائلات على ملف قطاع الإسكان بشكل عام ليس فقط على منطقة الباطنة أو مدينة الطيب النموذجية الجديدة بكل الأرقام التي ذكرتها قبل قليل عن القطاع في السلطنة كاملة كيف يمكن الحديث عنه أو تقييمه من خلال مشاهداتك صحيح نايف لا تخلوا ولاية هنا في سلطنة عمان أو مدينة إلا وتجد فيها مشروع سكني متكامل وهناك أيضا حرص من وزارة الإسكان سواء تسليم الوحدات الجاهزة للمواطنين أو أيضا إعطاء المواطنين المساحة واختيار المبنى الذي يريدون أن يبنونه وفق طبعا الكود البنائي الخاص بسلطنة عمان لكن هناك حرص كبير من الحكومة العمانية هنا لتوفير السكن الملائم للمواطنين خاصة المتزوجين ومن لديه عائلة ولديه أطفال أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات الأرقام من مسقط موفد العربية عبد الرحمن العسيمي شكرا عبد الرحمن تنتهي غدا في السعودية فترة استقبال طلبات تملك العقارات من قبل الأمانة العامة للجان لأنظر في تملك العقارات إحكام ودعت الأمانة المستفيدين المتقدمين بطلبات تملك عبر منصة إحكام إلى سرعة استكمال نواقص طلباتهم وفق الشروط والمتطلبات اللازمة ترجمة نانسي قنقر